بسم الله الرحمن الرحيم معكم يوسف عربيات من سمارتيم اليوم ان شاء الله رح نشرح اخر موضوع بالداتا ستركشور ون يا رب انه تكونوا استفدتم من الفيديوهات يعني حاولنا قد ما نقدر نبسط الامور حتى تكون الامور الواضحة وسليسة بالنسبة لكم الموضوع هذا اللي هو البيت وايز كثير سهل حرام تضيع علامته يعني بيجعله تقريبا خمس علامات بمتحان الفاينل حرام تضيع علامته وموضوع جدا سهل فلينا نشوف شو هو هم بحكي لك سي اوت معطيني ستة اند اند عشرة هاي شو يعني الاند اند هاي يعني اللي منعرفها الطبيعية لما بلك تقارن اشي ترو مع ترو بعطيني ترو ترو مع فولس بعطيني فولس فولس مع فولس بعطيني فولس تمام وهاي نفس الاشي هسا اي رقم بالدنيا غير الصفر هو ترو فانا ما جأحكي له true and true راح يعطيني ايش راح يعطيني ترو بس اللي ترو بالس شو بنفذها رقم واحد يعني انا لو اعمل هسرا اول واحد عطانيها ايش واحد بايش يعني ترو لو حضطيت له الصفر اله هو الفولس فولس and true شو جواب الفولس and true فولس يعني يعني راح يعطيني صفر رح يعطاني صفر طيب الان عندي true رح يعطيني آسف true or true هاي الاشارة الor اني بنعرفها الواحد او لما اجعك لك true or true رح يعطيني true true or false false or false فانه السلاوية مترا رح يعطيني واحد ليش انا جوابها true طب لو اجعد عطيته zero رح يعطيني برضو true ليش لانه false or true بعطيني true لو حكيت له false or false شو بعطيني بعطيني zero اللي هي ايش false false or false طيب فهذه الكهير سهلات فيش داعي انه نحكي عنهم كثير لانه الاند والار اللي بنعرفهم الطبيعيات بس انه zero اللي هي تمثل false وباقي الارقام كل هتمثل بالالترو الان نيجي هون لما تكون عندي and واحدة مش double and زي هاي تمام؟ ولما تكون عندي or واحدة مش double or زي هاي شو الفكرة بتكون؟ مراجعة سريعة للباينري الباينري لما كنا نحول اي رقمنا باينري مثلا على سبيل على سبيل المثال انا فتحتها بالغلط مش مشكلة على سبيل المثال هون قاعدة بنحكي مع الستة الستة والعشرة خلينا نحول اول اشياش بالستة نحولها لباينري الستة هي عبارة عن ايش؟ عبارة عن انا الان عندي هون هاي اثنين قوة زيرو واحد اثنين قوة واحد اثنين اربع. طيب الاربع او الاثنين تمثل ستة. فانا لو اجيت هون احكيت. هاي هي عبارة عن ايش? الستة. يعني عبارة عن اربعا اللي هي اثنين قوة اثنين. والثنين قوة واحد اللي هي اثنين. احنا نحول لباينري زي اثنين قوة اول شي صفر. بعدها واحد. بعدها اثنين. بعدها ثراث. بعدها اربعة. بعدها خمسة. ونحول الرقم اللي بدنا اياه. الرقم اللي بيمثل هاي عبارة عن ستة. عبارة عن اربعة. اربعة زاعد اثنين ستة. اذا بالباينري ستة هيك. طبعا هون اصفر. هاي الستة. طيب العشرة. ايش تمثل? في ناس سريع خاص بقولك ثمانية واثنين. طيب كيف انا باجي بحكي. اثنين قوة صفر واحد. طب اثنين قوة واحد اثنين. اثنين وواحد ازبط مع بعض ثراثة. طب هون اثنين واربعة. هاي اثنين قوة اثنين اربعة. اربعة وثراثة سبعة. طب هون اثنين قوة ثراثة ثمانية. لا. الثمانية واش بيزبط معها الاثنين. فباجي بحكي. طبعا هاي هالباينر يعني انتو اغلبكو بعرف انا مش كعابش رحة بالتفصيل انو الاغلب بعرف شو هي اخدتوها يعني باكثر من مادة هي الثمانية والاثنان هون عنا وهون الباقي زيروس طيب الان شو الاشارة بيناتهم الاشارة بيناتهم انت والانت اللي احنا منعرفها لو انا احكي لك zero and zero شو الجواب؟ zero صح؟ طيب one and one شو الجواب؟ one one and zero الجواب zero ليش؟ لانه true and false ما عطيني false فالجواب بيكون zero zero and one zero اذا هاي العملية لما انا اجي اعملها ستة and اشارة واحدة عشرة الناتج داحة بيكون zero one zero 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 one zero zero يعني اثنين اذا هون رح يطبع لمحل هاي ايش اثنين شوف الاوتوت جوابها ايش اثنين اذا هاي فكرة الانت زيها بالضبط الار بس منعرف احنا شي يعني ار zero or zero zero one or one one or zero شو بطلع جوابها؟ one فنروح نحط هون ايش؟ one one or zero or one بطلع جوابها one اذا هاي العملية هاي العملية اللي هون نتيجها zero one 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 هاي قدية تمثل بالبيناري ثمانية واربعة نعاش واثنين اربعة عش طبعا هاي هون اربعة عش اذا هون هاي شو جوابها؟ ايش اربعة عش طيب هاي 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 شو تمثل؟ تمثل الاكس اور تذكروا الاكس اور اخدتوها بالديسكريت اذا ناسي ناسي نحكي عنها شو الاكس اور؟ الاكس اور بتقولك انه ما بدي يكون اثنين متشابهين بدي اياهم دائما مخترفين يعني اذا كان zero zero بحط ايش؟ بحط الجواب zero اذا كان one one بحط ايش برضو ايش؟ zero لانه ما بدي يكون متشابهين بدي اياهم مخترفين يعني one zero او zero one طيب اذا كانوا مخترفين زي هون one zero بكون الجواب one او zero one بكون برضو الجواب عندي one اذا هاي العملية هاي الاشارة الاس شو تمثل؟ تمثل zero zero one one zero zero one one ثمانية واربعة اتناش اذا هون راح يطبع لي عندي ايش؟ اتناش هاي جواب اتناش طيب نيجي على ايش؟ على الاسهم اللي بتروح هيك شمال والاسهم اللي بتروح يمين لما اجي احكي لك ستة سهم سهم واحد هاي شو يعني؟ الآن خلينا نتعامل مزيحة دول مزيحة خلينا نوقفون الآن اللي حكينا عنها هاي الستة الاشارة سهمين لشمال بمقدار واحد هاي شو يعني؟ يعني رقم ستة اللي عندي ايا بالبايناري زيح لي كل رقم فيهم كل رقم ماشي زيح لي ايا بمقدار واحد للشمال يعني هاي نقول لي اياها هون وهاي نقول لي اياها هون وهاي نقول لي اياها هون شو اللي بيصير بالزبط؟ اللي بيصير كالتالي ان الواحد هاي هيك انتقلت هون انا بدي حطها هيك هون او هاي صارت هون والواحد هاي هيك انتقلت هون والزيرو هاي هيك انتقلت هون بمقدار واحد احنا عملنا شفت بمقدار واحد طيب هون شو بنحط؟ اي اشي فاضل بتحط بداله زيرو فهم باجي بحط ايش زيرو الان هذا الرقم شو صار؟ ما صارت صفر صفر واحد واحد صار عبارة عن ثمانية واربعة ثمانية واربعة يعني اتناش اذا هاي رح يطبع محلها ايش؟ اتناش من الاسفل طبع لي هون ايش؟ اتناش طب لو حكيت له بمقدار اثنين بكل بساطة نفس الاشي احنا عملنا هسا شفت واحد برود بعمل كمان مرة ايش؟ شفت كمان مرة هاي هيك هاي بنقولها هون وهاي بنقولها كامان هايك عملنا ايش؟ صرنا ناقلين بمقدار اثنين نقلنا اول مرة وهي نقلنا ايش ثاني مرة وهي نفس الاشي وهون المحل الفاضي هذا شو بيصير فيه؟ بيصير فيه زيرو هاي شو تمثل؟ ثلان قوة أربعة ستاش واثنين قوة ثمانية اه ثلان قوة ثراث ثمانية يعني اربعة عشرين فجوابها اربعة عشرين هاي الساهم اللي حكينا لشمال طب الساهم اليمين نفس الاشي بس بعمل شفت بدل نشمال بنعمله لليمين تفرد جعل امور زي ما كانت قبل تمام احنا كنا نحرك هيك نون لهون هسا نحرك شفت يمين يعني هاي راح تنتقل لهون وهاي راح تنتقل لهون تمام 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 حسا هاي لما نمسكها ونقولها لهون خلص طلعت منه فزي راحة تيك خلص راحة الواحد انكلناها هون والواحد هاي انكلناها هون محل فاضي هون شو ننحط محله ننحط محله صفر لان هاي شو صارت اثنين قوة صفر واحد اثنين قوة واحد اثنين اثنين وواحد يعني ثلاث فالمفروض هون يطبع محل هاي ثلاث جواب ثلاث طب لو وجعت حكيت لعمل شفت ميقدار اثنين نفس الاشي هسا احنا منا شفت ميقدار واحد السكنان ميقدار اثنين هاي هيك مسكناها خلص طارت وهاي بنقولها هيك ومحل الاشي اللي فاضي شو صار عندي صار عندي زيرو الان هاي شو تمثل اثنين قوة صفر يعني واحد فالمفروض هس هون يطبع لي واحد وهاي طبع لي واحد اخر واحدة هاي الاشارة هاي الاشارة شو بتعمل اخوان هاي الاشارة في لها حسبة وفي اشي كتير بسيط تحسبه بسرعة انا راح اعطيكم الاشي البسيطة اللي تحسبه بسرعة ايش هو؟ تمسك الرقم الي هون سواء موجب او سالب تمسكو، بتزيد عليه واحد و بتعكس اشارته بس يعني انا عندي ايها ستة زيد عليها واحد سبعة اعكس اشارتها صارت سالب سبعة فالجواب سالب سبعة طب لو كان العكس لو كانت سالب ستة سالب ستة زائد واحد سالب خمسه بعكس الاشارة صارت 5 فالجواب الجواب خمسة بكل بساطة إذن هاي حركتها بس هاي بحطهم بكومنت زاد واحد بعدها إيش عكس الإشارة زيد واحد واعكس الإشارة دائما بس زيد واحد واعكس الإشارة سالب ستة زاد واحد بتصير سالب خمسة إعكس الإشارة صارت خمسة لو كانت ستة زاد واحد سبعة إعكس الإشارة صارت سالب سبعة بكل بساطة تمام يا جماعة هيك يعني إحنا بنكون ختمنا معكم المادة يا رب يا رب تكونوا استفدتوا منها يعني إذا يوم من الأيام أخطأت فهو مني ومن الشيطان وإذا أصبت فهو توفيق من الله يعني لا تنسونا من دعواتكم وإن شاء الله يا رب هيك تكونوا استفدتوا كثير من المادة ويعطيكم ألف ألف عافية شبال ويعطيك تكونوا استفدتوا شكرا